بحب أرحب تيكم في ندوة إطلاق كتاب مفهمة فلسطين الحديثة نماذج من المعرفة التحرورية الصادر عن مؤسسات الدراسات الفلسطينية لتعاون مع برنامج الدكتورات العلوم الاجتماعية الجامعة الترزيك الكتاب هو إحتثمار تعاون ما بين المؤسسة والجامعة وهو نتاج شراكة معرفية أكاديمية منتدة عبر السنوات طويلة بين هاتين المؤسستين وهي شراكة نفخر بها في مؤسسة الدراسات الفلسطينية يشتمل الكتاب على سبع أبحاث أكاديمية تبحث في عدة عناصر من كلاسيكيات الكبرى للهوية الوطنية الفلسطينية أرضاً وناساً وحكاية الكتاب من إشراك وتحرير دكتور عبد الرحيم الشيخ وتأريف مجموعة من الباحثين من طلبة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية بعضهم معنا هم فيروز سالم قسم الحاج خلود ناصر موزودة معنا علي موسى الشيخ بدر أسماء الشربوتي وعبد الرحيم الشربوتي وعبد الرحيم الشربوتي معنا في هاي الندوة دكتور عاصم خليل عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة برزيل ورح نبدأ بكل ما لكم تفضلاتي ترجمة ترجمة برزيل اليوم مميز في جامعة برزيل لعدة أسباب أولها أننا نحتفل بإطلاق كتاب يشكل من حيث وجوده وحده قبل الخوض في محتوى تجسيدا لما يجب تم تكون عليه الجامعة وبالتالي إن ارتعيتم التفكير لمستقبل الجامعة فلننظر إلى هذا النموذج المشرق من الحاضر على الرغم من كل ما يدعو من حولنا إلى الإحباط سواء لما يحدث في المجتمع أو في الجامعة في الجامعة ليست مدرسة والأكاديمي ليس مدرس هذا الكتاب وعملية تحضيره العشأنתי عن نهية الأكاديمي وبالتالي عن نهية الجامعة فالأكاديمي ينشر والأكاديمي يبحث والأكاديمي يسأل اختزال عمل الأكاديمي بأي من هذه المهام لا ينطقص من نهية الأكاديمي بحسب بل ينفي عنهم هذه الصفات والجامعة لم تكن جامعا irgendwann لم تكن حاضنة للنشر والبحث والسؤال فالجامعة ليست مكان لتصدير مخرجات النشر والمنافسة مع جامعات أخرى في عدد المنشورات ونسبة الاختباسات الجامعة لديها خطر اسمه تسليع التعليم هذه ليست فرصة كما يدعي البعض هذا تحدي الضغط على الجامعة وإدارتها بأن تتحول إلى مكان يصنع خرجينه بشكل معين أو أن يقوم بالتركيز على المنتج المنشورات في هذه الحالة الجامعة لا تختلف عن مصنع أو شرك والأكاديمي أيضا يبحث ليس فقط للنشر بل لإيجاد أجودة وهذا يقتضي منه استخدام المناهج والوسائل التي تتيحها المعارف المتراكمة ليصل إلى أجوبة على أسئلة يطرحها سواء وصلت إلى مرحلة النشر الأكاديمي أم نمتصل ومن هنا الجامعة هي المكان ويجب أن تبقى المكان الذي نصل فيها ومن خلالها لأجوبة مختلفة ليس فقط لكون مناهجنا في البحث وطرقنا مختلفة وإنما أيضا للاعتراف بطبيعتنا البشرية المتعددة وأن هذا مصدر طوة وليس ضعف وعليه فالجامعة تعددية ومتنوعة ومتداخلة وعابرة وما بين وكل ما يعبر عن هذا الرفض للتأثير والتوحيد الجبري الذي يخالف طبيعتنا البشرية الجامعة التي تغيب عنها التعددية بالمعاني السابقة ليست جامعة والأكاديمي الذي لديه الأجوبة الوحيدة جاهزة ليس أكاديمي ومثل هؤلاء لا يحتاجون لجامعة أصلا والجامعة لا تحتاجون والأكاديمي أخيرا يسأل بل يتحدى السؤال فهو لا يقبل بهيمنة السؤال الواحد وينظر لنفس الموضوع من زوايا مختلفة معريا ما يقبله الآخرين على أنه مسلمات ويناقشها ويتحداها ويعيد سياغة السؤال ويساهم بذلك في التصدي لهيمنة السؤال الواحد أو للسؤال المهيمن فيسأل أسئلة غريبة بل أسئلة يكون في طرحها وحده ما يشبه الكفر في المسلمات النظرية السائدة ولأنه كذلك فهو بطبيعته أقلية ويعاني ما يعانيه من هو في الأقلية فالآخرون لا يفهمونه والآخرون يرفضونه ويعتبرونه مجنونا أو أحيانا متعجل في الماضي مثل هؤلاء كانوا يحرقون في الساحات العربية اليوم بعض هؤلاء يكملوا المشوار بالرغم من كل ما سبق من تحديات ليبدأوا مسيرة جديدة يكون لهم فيها تابعين الأكاديمي الذي لا يتحدى السؤال ليس أكاديمي وهذا الكتاب هو كل ذلك فمن يعرف بمسيرة تحضير هذا الكتاب الكتاب يعرف أن الوصول لعملية نشره بهذا الشكل كان ممكنا نتيجة تعاون عبد الجهد مؤسسة الدراسات الفلسطينية مع جامعة ترزي أستاذ الدراسات الثقافية دكتور عبد الرحيم الشيخ مع طلبة الدكتوراه الطلب أن حصهم مع بعضهم البعض في عملية تحكيم متبادلة قبل مراجعته من قبل أستاذ المصاق ومحكمين خارجيين كانت عملية مبنية لكن النتيجة تستحق كل هذا الجهد أنا وافق من ذلك لأن النشر الذي تم لا يحارب فقط رواية مهينة حول فلسطين بل يقدم لرواية أصيلة عن فلسطين ليست رواية من وجهة نظر منتصر في الحروب بقوة الجيش والمستعمر والمحتل وإنما من وجهة نظر المهزوم عسكريا والمستعمر والمقاوم الرواية قرية مختلفة ولكنها مثل أي قصة تحتاج للإقنام لتصبح في المستقبل واقع بعكس الرواية الرسمية الوحيدة هناك عدة روايات أخرى متعددة وعصية عن التوحيد روايات المحاومة والشعب والمواطن والفرد والإنسان ولهذا السبب فرواية المهزومين مزعجة لأنها لا تقوم على تقديم رواية متصقة ومنسجمة وإنما رواية متشتتة وفوضوية والكتاب أيضا مساحة للبحث عن أجوبة هذه المرة من قبل طلبة دكتوراف العلوم الاجتماعية في جامعة فرزك من قلب فلسطين عن فلسطين وليس عن فلسطين من خارجها ولا أقصد هنا الجغرافية طبعا هذا الكتاب ليس عن فلسطين هذا الكتاب رواية الفلسطينيين هذا الكتاب عن فلسطين الفلسطينيين وقد تم الجواب على الأسئلة من خلال مداخلات عابرة للأخدم بالضبط كما يجب أن يكون التعليم الجامع ليس تعليما مجتزل فنحن لا نعمل في مصنع سيارات كل من العاملين فيه مطلوب منه تركيب بره المعرفة العابرة للحقول هي معرفة تقترب للشمولية وترفض التقوى في حدود الحقول العلمية فالمعرفة بطبيعتها عابرة للحقول والتعليم الجامع الذي يقيد هذا النوع من المعرفة باسم التخصص يساهم في بتر التعليم عن المعرفة أخيرا هذا الكتاب فيه تحدي للأسئلة المهينة فيسأل ما تعتبره الكثير من المجلات العلمية المربوطة بسبب تحيزاتها غير مقبول بل غير علمي لأنه أشفح بالمحرمات ليس لنا بالضرورة أن نتفق مع أجوبة الباحثين التي توصلوا إليها الأهمية أحيانا هي في طرح هذه الأسئلة وطرحها بهذا الشكل وعليه المساهمون الأعزاء في هذا الكتاب طلبت الدكتورات السبعة وأستاذهم دكتور عبد الرحيم الشيخ استمروا بالنشر استمروا بالبحث واستمروا بالسؤال شكراً دكتور عاصم خليل هلأ دكتور الرحيم الشيخ أستاذ الفلسة في الدراسات التقاطية والعربية في جامعة فلسؤال طيب مساء الخيات أولاً شكراً لدكتور عاصم على هذا الكرم في تقديم الكتاب وتقديم فترة الجامعة وباعتفادي اختصر عليه الكثير وشكراً لمؤسس الدراسات الفلسطينية والجامعة على هذا الإنجاز المشترك أنا يعني اعتبار من المعرفة هي حواج ما رحك عن الكتاب لأنه بحب شكون دليل سياحي في أرضي وأرض زملائي بحب الحاضرين ومعرفة بحب يطلع عليه يطلع عليه اللي يرى ما هو المقصود بتأسيس مقولة حول الدراسات الفلسطينية من داخل فلسطين واليوم هذا حفل عليه ما يشبه التنازع في العالم مراكز دراسات فلسطينية من كبر الفلسطينيين في فلسطين وفي خارجها أو في العالم العربي وهذه مقولة عن الدراسات الفلسطينية من داخل فلسطين ممكن نتناقش فيها لاحقاً ولكن سأتحدث عن أمر آخر وهو إنتاج المعرفة والأستاذ عاصر بشار إنه في جزء من حديثه حول فلسطين لأنه فيما قولة شائعة أو مش شائعة كثير إنه هاي كانت قبل اليوم بإدارة الجامعة الجديدة الأستاذ بشارة والأستاذ دراسات الفلسطينية وفي المركز دراسات فلسطينية الكل يتحدث عن دراسات فلسطينية قبل عشر سنوات كان ما يشبه القطيع مع الدراسات الفلسطينية وفي معقولة إنه فلسطين أوبرستودية يعني ما نكفينا شغل عن فلسطين خلينا نروح شوي على جيبوتي مثلاً مع الاحترام لجيبوتي هلا بين هذول التوجهين إنه فلسطين أوبرستودية وفلسطين لسه مش مكتوبة سرديتنا التاريخية ورقائتنا التاريخية نحن موجودين في الجامعة ومشان نقول شو مداخلتنا حول هذا الموضوع محمود دراويش في الزمنات قال إنه لازم نحرر فلسطين مشان نتحرر من استعبادها إلنا مشان نفضل إشي ثاني هلا الناس فهموها طرق غريبة عجيبة ماذا نكتب بعد أن ينتهي الاحتلال نكتب عن الاحتلال قبل ما ينتهي مش رحي ننساه فإحنا من هاي المقولة ولو مقولة ثانياً شعوب السعيدة هي شعوب قلة تاريخ وما إنه الله يعني من علينا بعضب السعادة فبدنا نشتنلقي تاريخنا وهذا جزء من الشغل بالتاريخ جزء من الشغل بشو عنات فلسطين من جوه فلسطين بالجامعة لابدل أحكي عن نقطة محددة كيف ننتج معرفة منتاج الجامعة الجامعة الناس تفكروا عن التعليم إنه كل نظريات التربية اليوم محور حول الطالب كمحور العملية التعليمية وكل هذا الخراف خراف اللي بنشتغل عليه بهذا المجال بإنتاج المعرفة هو في صميم الموضوع وفي ثلاث مقولات أساسية بتحكم الموضوع الأول إنه الأستاذ ليس منتج للمعرفة عند التلمير واللي عند المتلقين هو القابل يعني اللي بتولد المعرفة هذا يمكن لسكرار أستاذ جمال بعيدنا فيها إنه لاه الأب وله الأم بس بساعد في إنه المعرفة الموجودة هاي نولدها وتطلع سليما المقولة الثانية إنه فيه تمثال في الصخرة طلاب مش صخرة ولكن هم نساعد على إخراج هذا الجميل منه طلاب بنقدر نعطيهم واجب عبثي ملوش أي معنى روح يعمل ريسايكل اللي بديو إياه وبنقدر نعمل نروح خطوة للأمام والمقولة الأخيرة تحويلتهم للطلاب من قصبة شارية رفاضين ما عندهم مش عشيد من المالي هم معرفة إنه هم قصبة شارية ينتجوا هاي المعرفة رسالة الجامعة قبل ما يتم الشغل عليها المؤخرة وما زالت بتقوم على ثلاث مبادئ أساسية الأستاذ عاصم أشارت كلها بدون تسميتها بالضبط العنصر الأول التدريب الأكاديمي نحن نخرج طلاب ندربهم بطلعهم محاسبين وأنا عارف بشتغلوا في البناء وشتغلوا في الأمن وشتغلوا في الحقومة بصيروا سفرة ووزرة وإلى آخر للأسف الجزئين الأخيرة الجزء الثاني هو البحث العلمي إنه نحن ننتج معه وننشرها محلياً وعربياً وعالمياً والجزء الثالث خدمة مجتمع حال هذا عليه خلاف كثير ما يعني خدمة مجتمع؟ في ناس بيكونوا خدمة مجتمع يعني نطلع مساهم مجتمع مدني وكل هذه القصة التي تشتغل عليها بآخر رغرة قادمة وطلعتها الفاضي تحول ديموكرادي وكل هذا الخراف وفي ناس بيكونوا خدمة مجتمع يعني يحيى عياش ومروان البروثي والأسرة والشهداء وهذه خدمة مجتمع أكبر خدمة للمجتمع ما يعني أنه نحرره من الاحتلال الانتاج المعرفة هو بيأتي بالنص بالنص بين هاي الأشياء كلها بدي أحكى الثالث عناصر هاي كمان مغرر تدريب الأكاديمي انتاج البحثي وخدمة المجتمع نبدأ من الأول من المساقات هاي المساقات استثمرناها من شان ندرب الطلاب أكاديميا على إنتاج معرفة تحرري ومن خلال المساقات المكرسة بالجامعة أو تم استحداثها ستة على مستوى الباكدوريوس من مساق فلسطين الأوية والقضية لسلسلة مساقات دفاتر العودة دفاتر الفداء دفاتر السجن حول الأسرة والشهداء واللاجئين أو حول الجغرافيات المهمشة المقبرة والسجن والمخيم إلى صورة فلسطين بالبوغاندا والدراسات الثقافية الفلسطينية البصرية إلى مساقات الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان أو في القومية والسياسات الأوية أو في مستوى الدكتوراه وهي مفهمة فلسطين الحديثة هذول التسع مساقات فإذا تظهر مسيرة الجامعة وإذا تعمل برنامج أكاديمي بدأ تذهب إلى الانترناشنل بانشمارك ومندارش وخارريف والجودة ووافقت والبرنامج الإفلاني يقبل بالتحدي أو أساتذك هذا ليس حاجة لكل ذلك حاجة لمساق اسمه 438 وهذا تحدي موضوع خاص تعلم كل هذا الحقي هناك وهذا المفهوم الاندر كومنز الحقيقي اللي اليوم تتطور عليه بالعالم ليس اليوم من 2008 تقريبا لأننا ليس في مصنع هنا في حقيقة الدكتور عاصم نحن نتحدى نحن نعيد بمفهوم الشنفرة ومفهوم الصعليك المحترمين اللي نسرك مننا بسيطرة المؤسسة الرسمية على التعليم وإنتاج المعرفة نحن نستعيده بالقدر اللي نقدر نحافظ على وحدة هذه المؤسسة وعلى قانون هذه المؤسسة فمن خلال مساق واحد نعلن كل هذا بشيء موضوع خاص هذا ما حدا له سيطر عليه طيب على مستوى الباكالوريوس من خلال هذه المساق نشتغل حاليا على مشروع بحثي أو مشروع مدونة الفداء شهداء جامعة بيرزيت جمعنا هذا الأرشيف على امتداد أربعة أو خمس سنوات وما زلنا شغالين عليه من تنج كتاب عن جامعة بيرزيت على مستوى الباكالوريوس بالإضافة إلى ذلك أسرانة السجون زائد الأسرى المحررين من جزء منهم موجود وشاركوا في إنتاج أعداد خاصة من مجلات زي مجالة الدراسات الفلسطينية معظم اللي كتروا بهذا العدد أو أسرانة في السجون من مروان البرغوثي إلى آخر أسير سجون في جامعة كثير زيت والزملاء والرفاق والأخوة اللي موجودين بنا اليوم اليوم بهاي الكعب على مستوى الماجستير اشتغلنا في أكثر من مجال بدأنا من 2004 كان المنهاج الفلسطيني لسه بتحضر اكتمل المنهاج الفلسطيني في 2006 تطلع جزء من نوكاري هذا المنهاج اللي تم التعديد تم الشغل من خلال برنامج الديمقراطية حقوق الإنسان مساء تربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان على فكرة اسمها المدرسة في الجامعة 13 طالب أنتجوا أبحاثهم عرضنا نعرضها في مؤسسة مواطن كان مواطن مؤسسة خارج الجامعة اشتغلنا عليه بزيادة أنجز هذا الكتاب نقض للمنهاج الفلسطيني بعد تعدل المنهاج الفلسطيني مرتين كان لجنة التربية والمجتمع في المجلس التشفيقي ما زالت شغالة تم التواصل معها ومركز المناهج الفلسطيني غير المعرفة الأكاديمية وشو يعني تربية وشو يعني مناهج وشو يعني فلسطين كان فيه حراك يعني كان فيه حراك اللي بالفعل أنزل مركز المناهج بعادت النظر في المناهج مش حسب طلبات الكحاد الأوروبي ولا النرويج ولا السفير الأمريكي اللي أجي يحتاج على اسم مدينة ساحلية فلسطينية لا لا أبدا بناءً على شو يعني منهج فلسطيني القسم الأخير أو على مستوى طلاب الدكتوراه هي المناسبة بعض اليوم وانتشاهد الكتاب بالمناسبة الجزء الأول أو بالأحرى المجلد الأول من سلسلة مفهمة فلسطين الناس وقفوا عند كلمة مفهل ما مفهمة مفهومة بالجزء الأول منه تم الشغل على المناصر الأساسية بالهوية الفرق العناصر العناصر دائم الأساسية الأرض والناس والحكاية الآن المجلد الثاني قيد التحكيم والذي يتحدث عن فلسطين المخيالية وفلسطين التقافية وفلسطين الميدانية مع ثمان باحثين جزء منهم موجود نتأمل صدوره مع نهاية هذه السنة هذا ليس حفلة لتهنيئة الدبت هذا جزء من الأمثلة التي نشتغل عليها من جوال جامعة والإمكانيات المحدودة بدون تقديم فروبوزر كثير استثناء للجنة الأبحاث والدراسات طيب مختصر الحديث والمعذرة إلى أقل الجامعة هي فرصة انه ننتج معرفة ضمن ورشات كتابية نحول الواجب الكتابي مش لا تعذيب ولا لا استكمال على ملأ ورش كتابية تنتج هذه المعرفة جزء منها بطلع في كتب جزء منها بطلع في رسائل ماجستير ودكتوراه وتنشر فلسطينية وفي نماذج كثير عليها الأشي الثاني هو العمل مع الطلبة على نشر أبحاثهم سواء في ملفات خاصة أو في مجلات ونحن أعطينا مثال عليها وهذه المجلات والورش تتراوح بين مراكز بحثية موجودة في فلسطين لدينا أمثلة معهد مواطن لدينا أمثلة مركز بيسان لدينا أمثلة مدى الكرمن لدينا أمثلة سابقة لدينا أمثلة مركز غزة للصحة النفسية لدينا أمثلة لدينا أمثلة الدراسات الفلسطينية إضافات المركز العربي كل هذه المراكز الطلاب تعمل عليها ونشروا أبحاثهم والجانب الأخير هو وهذا اللي مناسبة للحديث اليوم نشحك عنه كثير من المجال للزملاء ما معناه مجموعة بحثية؟ ما معناه مجموعة بحثية؟ مجموعة بحثية؟ مجموعة بحثية مجموعة بحثية أو جماعة بحثية مجموعة الدراسات التابعة وغيره بدأت مثل هذا؟ ممكن بأقل لكن لماذا نحضرنا نقص بفلسطين؟ لازم أحد يأتي من تعون السوفت زيونيست يحكي لي ما هو إطار الدراسات الفلسطينية اليوم؟ من أمريكا أو من بريطانيا أو من غيره؟ لا، أنا من غير زيت بدي أقول شو معناه الدراسات الفلسطينية؟ شو كنا نقص شو كنا نقص طالب رمضة طالب رمضة كبل خمسة سنين أو أكثر شوي كنا مجموعة من سبع طالبات الطلاب عم نبدأ مشوار الدكتورات في العلوم الاجتماعية في جامعة بيرزيل واليوم إحنا السبعة أو مجموعة منا موجودين في هاي القاعة وعم بنشارك أساتذتنا في إطلاع كتابنا كمساهمة فكرية ومساهمة في السلسلة لما فهمت فلسطين الحديثي هذا بحد ذاته شيء مهم ليش أنا بحكي هون لإني واحدة فقط مصادفة الواحدة من السبعة أصبحوني مع إني أحكيت وأسماءهم عزيز كرانا أعيد ذكرهم الزملاء المشاركين في الكتاب فيروس سالم أشرف بدر قسم الحش علي موسى أسماء الشرباتي وعبد الجواد عمر في هذه اللقاء لما أقولي بديك تحكي أنا صراحة احترت مش احترت لإني مش عارفة شو بدي أحكي احترت من قديش حاب بأحكي أو من قديش في أمور وتلت تجليات في تجربتنا الواسعة وتجربتنا اللي هي جزء منها في إنتاج هذا الهتام ممكن الإضاءة عليها لكن احترت أركز هلأ على نقطة واحدة واللي هي التجربة تجربتنا في الخمسة السنين هدول باختصار شديد واللي وصلت فينا لأنه قبل حتى ما ننشر أطروحاتنا عم ننتج كتاب بتنشره ومؤسسات عريقة هي جامعة بيرتاة ومؤسسات الدراسات الفلسطينية لما بدأنا مشروع أو مشوار رحلة الدكتورام كنا إحنا السبعة جايين من خلفيات أكاديمية مختلفة متعددة كل تجاربنا العملية والمهنية طبعا متنوقعة كل واحد فينا كان حامل معه مخزون ما من المعارف والأفكار والتوجهات ويمكن المنشورات كمان والآخرية ودخلنا في هاي التجربة لكن التعلم هي عملية مستمرة وقابلة دائما للتمدد أفقيا وعموديا وهون بتمكن برنامج الدكتورام ونضيف إلنا كتير لدرجة أنه منعتبر هذا البرنامج عمليات تحول في قدرتنا على الكتابة والإنتاج المعرفي وسع الدائرة المعرفية بتعدد حقولهم عمق الحس النقدي عنا بتنوع مدارسه الفكرية وطور مهاراتنا البحثية وأدواتنا الممكن نستخدمها سواء تحليليا ونقضيا في أي إنتاج معرفي قادم الدرجة التجربة في برنامج الدكتوراه من مساق لآخر من خلال آليات تعلم كانت آليات حرة تفاعل حر بين الأسد والطلاب وهون اللي حكاها دكتور عاصم واللي حكاها دكتور عبد الرحيم بيكون هاي التجربة فيها تجسيد لفكرة التعلم بطريقة أخرى بعيد عن الشعارات والخطابات نحن نحكي هون في فعل حقيقي على أرض الواقع هذه عملية التفاعل على أسس علمية وإنسانية داخل البرنامج كان هدفها أنه بالنهاية نكون باحثين مقدرين وقادرين على الكتابة الأكاديمية الجادة في ألواع مختلفة من الكتابة الأكاديمية وكان هذا الشي مش فقط حصيلة التدريب داخل الكورسات أو المساقات في الكتابة والدراسة والتعلم تمام تمام قطيحت إلنا فرص كتيرة للتدريب البحثي للمساعدة على النشر المشاركة في كورسات المشاركة في مؤتمرات تنظيم مؤتمرات داخلية وخارجية بعد سنتين من هاي مرحلة التدريب الأكاديمي كان مساق مفهمة فلسطين مع دكتور عبد الرحيم الساعة خرج فينا دكتور عبد الرحيم من قاعة المحاضرات إلى ساعة من قاعة المحاضرات وزدرانها خرج فينا لمكان أوسع لفضاء بحكي آخر كان في فكرة لتوظيف اللي استخدم اللي اكتسبناها حاليا نقول من مهارات، من معارف، من منهجيات، من أدوات نتناول أطرحات بحثية، مش بهدف فقط أن نقدمها للأستاذ يقرأها هو، يقيمها، ويخط عليها علامة في نهاية المساعد ويقولنا أنت ميح، وانت جيد، وانت العاق لا، كان الهدف أن ننطلق لجمهور أوسع من خلال نشر فكان الفكرة أنه انتجوا، استخدموا، جربوا استخدموا كل ما تنطلقونه من معارات، من أدوات، من معارف، من أفكار على أساس أنه يكون ينتج من عندكم عمل قابل لأنه ينشر تشجعنا كتير إحنا للفكرة كزملاء وحبينا إننا ننخرج في هذه التجربة التعلمية والممارسة التطبيقية للي إحنا اتعلمنا في هاي المرحلة وإنه نمشي في خطوة شكلت هاي الخطوة بالنسبة إلنا وإنطلاق للمساهمة في إنتاج وتطوير هون دي أقرأها هاي الجملة عشان ما أقربشت فيها إنتاج وتطوير سرد مضاد للسرديات المهيمنة وتفكيك خطابها وإبراز تناقضات أعلى أنواعها كانت الفكرة الجامعة لإلنا كلنا هي فلسطين وكان السؤال المركزي هو إحنا كيف بنفهم فلسطين كباحثين انعتقوا من سطوة النماذج النظرية الجاهزة والسعي النمطي لإسقاطه على واقع قد تفتقد الحساسية لسياقاته ضمن هذه الفكرة الجامعة وضمن هذا التساؤل المركزي كل باحث من الباحثين السبعة كان له حريته ورؤيته ورؤيته الفكرية التعبيرية والمنهجية الكاملة في إنه يكتب الجزء اللي بخصه اختار كل باحث تساؤلات معينة حول قضايا ما إنه يطرحها هاي التساؤلات تم تناولها من منظور الباحث كما هو يراها دون قيود أو هيمنة أكاديمية غير اعتبارات الأكتابة الأكاديمية المنهجية الجاهزة تطرقت الأبحاث لمواضيع القضايا يمكن يكون أحياناً احتيادنا عليها أو تكرار حدوثها في حياتنا اليومية حجب عنا إمكانية تأملها والتوقف عندها ودراستها أو إعادة دراستها أو إعادة النظر فيها فبعض القضايا كانت تنسى ويؤفى الأمرها على نحو الروتيني وهذا على حد تعبير إدوارد سعيد وحتى لا أشوف في التفاصيل هلأ إحنا هون دخلنا في ورشة للكتابة الأكاديمية التي امتدت على مدعامين قدرتنا فيها صعوبة الكتابة الأكاديمية الجادلة والحقيقية ذات المعنى والتي تحمل رسالة قام خلال هذه السنتين الدكتور عبد الرحيم بأنه يشرف علينا ثم قام بتأطير الكتاب والثيمات اللي فيه ضمن عنوان مفهمة فلسطين أرضاً وناساً وحكاية اللي بدي أقوله من طرح هذه التجربة إنه التحرر أو التعلم التحرري أو إنتاج المعرفة التحررية كانت هون فعل كانت هون ممارسة وبرجع بأترر لم تكن خطاب ولم تكن عنوان ولم تكن شعور ولم تكن تنظير ناخده من فريري وبس ونحكي عنه كان التحرر هون مش طبيعة إنتاج أو طبيعة المعرفة اللي تم إنتاجه بالكتاب كان التحرر هون هو مركز للتعلم كعملية ثم للمعرفة كمنتج كمنتج معرفي مقاوم للمحاولات المستمرة للتغيب والتذويب اللي احنا متعرض لها كفلسطينيين وكباحثين فلسطينيين تستحق هذه التجربة لإهتمام والتأمر والدراسة ومن وجهة نظري تستحق الاستنزاع والاستمرار في المستقبل الآن في الختام بما أنه حكي عن المدح في الختام المدح هذا هو مدح مستحق والشكر هذا هو شكر عميل ومن القلب ومش شكر بروتوكولي ولا شكر مجامل الشكر هذا خليني أبدأ من دكتور عبد الرحيم الشيخ صاحب الفكرة والمشرف على تنفيذها اللي ارتضى أنه يتحمل عناء التجربة هاي خصوصاً أنه إحنا ندفعها ونعتز بأنه إحنا الأوائل في إنتاج هذا الكتاب بعدين بيجي السلسلة أخرى فتحمل عناء هاي التفاصيل إشرافاً وتحريراً وتفاصيل لوجستية كتيراً وهي كليات هاي ممكن كنا لتقديمنا كباحثين على المجال المعرفي في فلسطين وكمان للمساهمة في هذا الإنتاج الفكري هو راهن علينا وأعتقد إنه بكسب ريما إن شاء الله أو بعرف إنه بكسب ريما الشكر الثاني كمان لبرنامج الدكتوراه برنامج الدكتوراه اللي كان فعلاً بيئة معرفية فكرية حقيقية داعمة لأنه يوفرنا فرصة للتطور البحثي تحملنا أحياناً لما كنا نتعب من مشاقات هذه الرحلة دكتورة ليزا تراكي في المرحلة الأولى ثم دكتورة ريما حمامي في المرحلة الثانية وكل أستاذ وكل أستاذة كل واحد فيهم كان له بصمة في عملنا وفي فكرنا كمان في كيف نفكر لكلية الدراسات العليا اللي اتحمسات ودعمت واتثمت دكتورة عاصم للجامعة هذا المجتمع المعرفي الغصين والغني بالأسماء اللي فيه باحثين وأسادة بتعلم منهم متكمل مشوار اللي دعموا وتبنى التجربة وللحاضن البحثية لمؤسسة الدراسات الفلسطينية اللي من اليوم الأول ومن البداية تبنت هذه الفكرة كفكرة وكتنفيذ ودعمتها أكيد هذا الشيء كان من دواعي فخرنا وشرورنا وكمان أخيرا وليس آخرا ومهم لكل اللي قرأوا ولي رح يقرأوا الكتاب ولكل اللي كتبوا ولي رح يكتبوا سواء مراجعة أو نقطة للكتاب حتى يساهم بإثراء الفكرة حتى يساهم في عملية التعلم كمان حتى يساهم في التطوير للمستقبل شكرا كتير يا ربي أكون مطابورتين كتير عندكم شكرا كتير شكرا خلود أنا ننتقل مع الأشرة تفضل الأشرة بدي تتخيلوا معي الصعوبة اللي أنا بعيشها إنه بدي أجي أحكي بعد الدكتور عاصف والدكتور عبد الرحيم وغلوش يعني خزان الأفكار كله خلص شكرا كتير شكرا كتير بس رانزلي يعني بعض الأفكار المتنافذة اللي نخلصوا بالأفكار تخيلوا إنه إحنا كطولاب في مرحلة إدنية لازمنا يعني نسق المهاراتنا البحثية إنه في جهة ما بتجازف بتجازف إنها تتبنى الجود البحثي اللي إحنا نقوم في أنتم كلكم في مجتمع أكاديمي بتعرفوا شو صعوبة إنه إنه الإنسان الأكاديمي ينشر حقيقة الموضوع مجسهل ومعقد وفي الأوعية اللي هي أوعية النشر الإجراءات طويلة أحيانا ومعقدة واللي برتفض أكتر من البن قبل فلما يجي دهول برنامج بالقياة الدكتورة ليزا ودكتور عبد الرحيم ومؤسس الدراسات وكذلك الجامعة يستثمروا فينا فكنا إحنا تحت ضغط إنه مسؤولية كبيرة بتوقع إنه كان سبب ودافع إنا إنه إنه نحاول نخرج أفضل معنا هذا من ناحية الناحية ثانية مطبيعة الكتاب أو المساهمات موجودة على الكتاب إنه نتيجة التلاقح أو الفكري التلاقف وسموها زي ما نسموها إنما هي جهد يعني جماعي يعني ما نقول المساق ومساق دكتور عبد الرحيم صح كان مشرف عليه لكن برضو كمان درسنا فيه دكتور سليم تماري دكتور نادرة شدهوب دكتور خطوني بشارة فتخيروا إنه هذا المساق كان نتاج اللي هو فكري عم بعتبروا إنه نتاج جماعي مش بس منك أبطل الله وكمان من المشرفين على هذا البرنامج ويتوج بهذه الورقة وكان التحدي اللي تفضل الدكتور عبد الرحيم حكى فيه إنه إحنا هكا باحثين يعني للسابع بداية الطريقة إنه نحكي في شيء جديد ما نكتب فيه هذا تحدي مش سهل وخصوصاً في حق الدراسات الفلسطينية اللي فيه البعض عنده قناع يعني ما فيش إشي ما نبحثش فيه ما فيش إشي ما نحكاش فيه فإنه تجي تبحث بإشي جديد هذا كان يعني التحدي مش سهل زال إنه نحن يبحث عن شيء أو معرفة تحررية ولي تفضلوا المتحدثين سابقين وحكو فيه يعني بتعطي مثالاً عن قضية المعرفة التحررية إنه عدا إنها بتحرر تحررنا إحنا ككتاب كمان المبحثين أحياناً هذه المعرفة التحررية تساهم في زيادة النوم الوعي أثناء البحث يعني اسمحوا لي أن نعرج عليه عن موضوع الشمئزاز كالية استعبائية بتركز الفئة المبحوثة هي الأسرة أسرة محررية بشكل أساسي أثناء إحدى المقابلات كل مقابل أسرة محرر أبو مقدر 17 سنة في السيوم وأحكي له بعد المقابل أحكي له عن فكرة البحث فعانيت صعوبة كباحث في أن أقنعوا بأن المستعمر أو السجان الإسرائيلي كان يمارس وكانوا في البداية وكانوا في البداية يقولون لا هذا تصرف عادي يعني تخيلوا أنه إحنا استدخلنا وهذا كل موجود عندنا بضيقة أخرى أنه استدخلنا بدواخلنا أن السلوكيات العنصرية استعمارية تجاهنا أن هذا سلوك عادي وهذا الشيء الطبيعي فبعد ما صار نقاش بنا أقول آه فعلا مضبوط أنا شعرت سعيته بأهمية البحث الذي نقوم فيه أنه نحن نحاول نكشف عن آليات استعمارية وهنا اللي يقول بالشغل وكتبعنا أنه نحاول نكشف الآليات التي من خلال الاستعمار نحاول أنه سيطر ويهيمن علينا ويتحكم بنا الآلية اللي حصلت فيه إخراج الكتاب كانت آلية يعني طويلة وهذه ضمنت أنه كنت فيه تجويد للمنتج البحثي أنه صار فيه تحكيم بيننا إحنا كتولاب صار فيه تحكيم من نفس اللي هو المشرك مساعد الدكتور عبد رحيم ومثم تحكيم خارجي وبعدين تحرير يعني طبعا المحكم اللي كان يحكم أو اثنين محكمين حسب ما فهم من دكتور أطلحيم أو ثلاث كان تحكيم معمّة يعني 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 طبعا استنتجت لما إجاني التقرير البحثي أنه كان الباحث أو الباحثة يعني يعني هو مش عارف اللي كاتب مثلا هو شو اللي كان فيه معمّة جدا ومش معروفة إذا أكسب المنتج البحثي الذي هو قوة شديدة ملاحظة ثانية في بحث برضو تعلق بحثي هذه الملاحظة أنا ذاتية وبدأت أنها من ملائمة أن أشارككم فيها حاولت في الفئة المبروثة أو العين البحثية أن أغطي التوجهات السياسية للأسرة يعني سويت مقابلة مثلا مع عسماد منصور الموجبة دموقراطية سويت مع المرحوم عمر عاصف عمر بربوثي سويت مع قيادات من الفتيح ومن جهاد إسلامي وحتى حاولت أن أصل إلى 1948 فسويت مقابلة مع الأسرة محررة ومن جهة يترك ترتوح ومن جهة ومن جهة أسرة محررة فالقضية المهمة التي أعلم أن المشترك بين هذه الأسرة تعدد مشاربهم الفكرية وتعدد توجهاتهم الحزبية أن العلية في التعامل كماس مستعمريا هي آلية واحدة بدون تنييز عن اللون السياسي جميعنا كنا نعاني من الإشمئزاز الذي كان مارسون مستعمر والسجان الإسرائيلي لم يكن هناك تنييز أن هذا توجه لونه أخضر أو أصفر أو أحمر لا هذا فلسطيني وبالتالي يجب أن يعمل بهذه الطريقة ويجب أن يشمؤزن بهذه الطريقة ووصولا إلى نزع صفة الإنسانية عنه أن هذا ليس إنسان هذا عبارة عن حشرة حشرة هذا تعبير يستخدم في الأدبيات الإسرائيلية حشرة وصولا إلى 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 ثعبين هل تشعر بأي إثم أو تشعر بأي تقنيب ضمير عندما تسحق حشرة أو تقتل ثعبان عبادة يوسف هو المنظر المنظر وصولا إلى حشرة أنه لما تقتل ثعبان أو حشرة هل تشعر بأي تقنيب ضمير هل تشعر بأي مشخلة أخلاقية لا تشعر بأي مشخلة أخلاقية إذن نزع عن صفة الإنسانية وأضطرنا في إطار بحسب مفهوم جوديث باتلة بأنه إحنا مش بشر مش إنسان وتالي استسهل عملية قتلنا ومن ثم هذا يفسر أنه كيف هدول الناس اللي هم مستعمرين عانوا في فترة أو جزء منهم عانوا من اضطهاد النازي في أوروبا ومن القتل كيف رجعوا وتقمسوا نفس الممارسات اللي تم ممارستهم ضدهم كيف هدول تماهوا مع الإدوان اللي اتعرضوا إلهم هذا اللي أنا حاوات إني أنا يعني أتناول في الورقة بأمل إنه أنا أكون أضفت إشي فيه مداخلتي وبكرر الشكور لمؤسس الدراسات وجميع وجمع الدرزيل وتخيلوا الأهمية أنا مثلا بالنسبة لي كباحة رحشة أرطوب عمري بالفخر إنه من تشغل إشي وتحت عنوانة من أهم عنوان في حق الدراسات فلسطينية اللي هو مؤسس الدراسات فلسطينية وجامعة فلسطينية شكرا بكم شكرا أشرف مكسولة 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 بالنسبة لي اللي حتيتوه بخصوص الورشات الكتابية ربط الله عشان كتب تعمل البحث زي ما هو اللي ينشروا يبدوا من هلأ يخدوا التجربة ايه بخصوص الصعوب اللي كارتوها ببسا تديش سعب الواحد ينشر تديش سعب الواحد ياخد قبول لديش أفكار منها فضلنا منها اللي هو يجيب كليات اللي هي تنشر بسكرة عامة ابحاد او بتهم معنين تنشر بها ابحاد ويزير في مجلات بالجامعة اللي تعمل هاي المجلات برضو واحد من الكليات تدروا صحافة وعلام او الاخرهي اللي بنشرها على موقع موقع اللي بيعملوا بحضر من كليات علوم الحاسوب او اي كليات هندسة اخرى بحضر بزير فيه زي مشروع طلاب اللي هو هدا الكارتوه اللي لكارتوه انه الطلاب بيشتغل لأجل الطلاب اللي بده ينشر بده ينشر الموقع اللي طالب عمله وهادا الطالب عمله عشان غيره بده يقرؤه والي بده يقرؤه ولي بده يقرؤوا شخص اللي يقدر يقدر يدام في التصويق وف نشره في القبول وف الرفض وبدل ما يكون فيه أولاً الواحد يفوت مباشرة على الأكاديميك ويرلد اللي هو يعني عملياً نروح لنرفض وإن آخره يكون فيه زي عالم مصغر داخل الجامعة اللي يقدروا فعلاً طلاب ينشروا أبحاثهم عليهم طلاب تاني اللي يقدر تقرأهم والمحاضرين أو أي هذا تاني من الجامعة المعني يقدر يقيم ويكون فيه هذا السيستم الأكاديميك ويرلد كمصغر كبداية للطلاب المعنيين في مجال البحث أو في مجال المشهد المقرار هذا ما يقدرون على المجال آخر عما إلا شعب وشكراً يمكنك التعامل في الدوبر being in the public لديهم الثاني يوجد الكثير من أولاً هنا ي backlase حول الأسادسي المشروف لها بعض اللي بأعرفهم حتى من طلبة فلسطينيين كانوا محادولين لها المجلات هذا أنا بأحكي عن حالة قليعة الحقوق وتستغرب إنه هم طلاب الدراسات العليا هم اللي بيديروا هذه المجلات وتصبح معروفة عالمياً والأسادسي بتنافسه المشروف لها وهذا نوع من إنتاج المعرف اللي فيه الطالب هو اللي بيدير عملية التحكيم والتحرير هذا النموذج مش عنا موجود جامعة برزيت لليوم توجهها الرسمي ما زال إنه بإمكاننا ننفس عالمياً وعربياً وفي النشر وإنه في عنا تخوف من إعادة إنتاج الدات إذا سوينا مجلة محلية أما النشر الإلكتروني والنشر على الصفحات المختلفة فهذا ممكن يعني ولكن اللي بنحكي عنه من نشر أكاديمي محكم بجوز بده مجلات مختلفة عن إنه منشر على صفحة إلكترونية يعني أنا اللي بنصح فيه هو مبادرة تقدموا فيها طلاب الدكتوراه لرئيس الجامعة إنه طرحوا فكرة إنشاء مجلي محكمة في جامعة برزيت كان جواب الدكتور إبشارة تفضلوا بادروا وإعملوا مجلي محكمة وخلينا نقود بلك الجامعات الفلسطينية بمفهم معكوس اللي فيه المجلي بديرها بطلاب مش الجامعة نفسها لدي شكر مستحق لأستاذ رئيس الجامعة السابق وأيضا رئيس الجامعة الحالي ورئيس لجنة الأبحاث ولكن شكر مستحق لأستاذ عبداللطيفة بحجلة وإني هو دعم فكرة الكتاب وفكرة نشر الكتاب وكانت المبادرة الأولى من الجامعة الآن الجزء الثاني من هذا الكتاب والمجلد الثاني حاز على منحة النشر من لجنة الأبحاث الجامعة في الزيت ويحن نشكرهم في طبيعة الحال وهي هاي بتساعد أو خلينا نكون بتعجل في عملية النشر وبالنسبة لسؤالك كمان إنه في شيء اللي له علاقة بالمساعدة في مصادس والنشر السريع يمكن أستاذ عاصم قدر حكي عنه أفضل مني اللي بساعد الناس اللي في عق مالي أو عق تقني في عملية النشر ملوش علاقة بالمعرفة بشكل أساسي فشكراً لكم لازم نلاقي حل هالميغرفون بس للحديث إنه في جامعة كبير زيت تنظر بايتمان كبير للأبحاث ومتلب مداخل المدخل الأول هو الأبحاث اللي يقوم بها أسادسة الجامعة وباحثيها بالشراكة مع باحثين وأسادسة آخرين من جامعة أخرى وهذا ينال اهتمام خاص بأنه بدنا الأسادسة يشتغروا مع بعض ويعزز إنه يشتغروا من حقول مختلفين المدخل الثاني هو تعزيز النشر المشترك والبحث المشترك ما بين طلبة الدراسات العليا والبكادوريوس مع أسادسة الجامعة وبالتالي أي بحث يتقدم بهذا المعنى بين طالب وأستاذه فكرة تلعب من سمينار أو شراكة بحثية لجنة البحث مستعدة تدعمها لتنتجها وتخرجها والمسال الثالث اللي الجامعة كبير زيت تهتم فيه لأنه لاحظت إنه إحنا مليش بعالم اللي النشر المفتوح يقتضي مساهمات من البحث لإداحة الأبحاث بشكل مجاني وبالتالي تعزيز فرص استفادة الآخرين من هذا البحث إنه مساهمة الجامعة بتخطي التكاليف النشر المفتوح لما إحدى المجلات مقابل إتاحة البحث بدون تسجيل وبالتالي بعزز فرص استفادة الآخرين جامعة كبير زيت بتخصص برضه موازني عندما يقبل بحثة إنها يتغطي هذه التكاليف عشان يتعزز من النشر المفتوح وبالتالي إتاحة المعرفة للجميع مش للي عنده إمكانية المادية يشترك في بعض المجلات مش رحبت في الميكروفون في أسئلة تانية تفضل صلى سليم أتباع عند النقاش الأخير حول نشر الأفكار اللي موارده في أفهمة فلسطين الواقع جامعة برزيت لها تاريخ في النشر الدوري يعني فيه نشرتين واحدة منهم أنا حررتها اسمها نشرة بحث برزيت وهذا وقفت وفيه تجارب أخرى من جامعة بيت لحم من جامعة النجاح في إصدار مجلات متخصصة في العلوم الاجتماعية الحكمة في عدن نشر ومحبس مع رأيكم فيها إنه أولا ما في ضمان لاستمرار إصدار مجلات متخصصة ذات جودة أكاديمية اللي تكون إلها سوق خارج الجامعة يعني الآلية لاستمرار مش موجودة وفعلا اللي صار في جامعة بيت لحم جامعة النجاح هو يعني قصور من هذا النوع اللي عانت فيه بالسبعينات والثمانينات جامعة برزيت النقطة الثانية إنه لجان التقييم والنشر في جامعة برزيت رأت إنه من المستحسن إنه التقييم يكون خارج الجامعة والنشر يكون يعني قاعدته من تخصصات غير خاضعة لتغوطات المحلية في الجامعة إنه مصير فيها نوع من التركيز على السلاك المحلي يعني بدومش يكون الهدف إصدار مجلة هي آلية للتداول لإصدار الفكري والأكاديمي لناس محليين يكون لها مستوى أعلى وهاي القضية بتعاني فيها كل الجامعة العربية الجامعة الوردية بالمناسبة عندها تجربة ناجحة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية في النشر إنه صارت تصدر وموجودة في بعض الجامعة المصرية في الكويت إصدار مجلة تجذب كتاب من خارج الجامعة يعني هو المشكلة اللي بيقضي على فكرة تخصص من هذا النوع إنه بصير جامعة هي الهدف الأكتبين موجودين فيها يمكن هلأ وصلنا بما أنه في برنامج الجامعة الدكتوراه وصلنا لتراكم كمي ونرجو أن يكون نوعيا خصوصا في إصدار كتاب من هذا النوع من طلب الدكتوراه إنه نعيد النظر في إصدار دورية أكاديمية تكون جانبة للمهرات من خارج الجامعة وليس فقط الجامعة برزيد أعرف شو رأيكم إذا إحنا مستعدين لإعادة إصدار نشر من هذا النوع من هذا أنا شخصيا كل الأسباب الثلاثة اللي طرحتها هي من الأسباب المتداولة في جامعة برزيد وقد يضاف لإلها غيرها لكن ركزت على ثلاث أسباب ليش هاليوم جامعة برزيد في عدم رغبة بخوض هذه الترتبة لكن كونه المقترح بيجي من الدكتور سليم تمالي أعتقد لازم نستمر بالنقاش داخليا ما بلكن معكم مع الجيل القديم اللي كانوا مشغلين على نشرة في جامعة برزيد على إعادة التفكير من منطلقات جديدة على طول إنه إحنا عنا صعب بنامج دكتوراه يعني هلأ إذا بتلاحقون جامعة برزيد والدراسات العليا التوجه هو بتعزيز برامج الدكتوراه وبالتالي بوجود طلبة الدكتوراه في عنا مجموعة متدربة بطريقة مناسبة على موضوع البحث والنشر لاستهداف أكاديميين من بره لينشروا لأنه بيكون فيه اهتمام للنشر في فلسطين وفي جامعة برزيد هذه الفكرة تستحق إنه نعطيها ما يكفي من النقاش الداخلي وأنا شخصياً بوعد إنه على مستوى الدراسات العليا ورجمة البحث العلمي أن أبدأ هذا النقاش واتواصل معكم في الموضوع أنا ما عنديش كثير تضافة بس بعتقد هي قصة مزمنة كورياً إنه المجلة تيجي والسمعة الأكاديمية يعني لازم يكون فيه مجلة حتى تصير تستقبل ولازم يكون فيه مجلة حتى يصير لها ثلاث سنين ولجنة ترقيا وتثبيت تعتمدها ولازم يكون فيه مجلة حتى نفكر الإنجليزي أو العربي ونكسر هيمنة الإنجليزي إلى آخره ويكون مجلة مشان نفهم ليش حان نكتب يعني فيه ناس بكتبوا مشان يترقوا وفيه جامعات بترقي ناس لأنهم بكتبوا أنا بيرزيت أنا بعرف شوية بالضبط بس بعرف إنه فيه مشكلة في النشر العربي والموقف من النشر العربي وفيه مشكلة مرات من النشر الإنجليزي لأنه لا يحقق المعايير اللي شوي شوي تصير كمان تجارية لـ الـ Q1, Q3, Q4 فيه مجلات ممتازة يعني زي أنا عارف كريتيكال تايمس تجمع الدراسات المقدية بالعلم ومش على اسكيماغو مثلا فشو معنات إنك تنشر هناك ومحكم وكل هذا الحقيقي بس أنت مش على اسكيماغو يعني يعني بعرف شمين اللي ممكن يعطي جواب على هذا الشيء بس إذا كان الهدف الأساسي هو إنتاج معرفة من فلسطين إلى علاق بغاية إنتاج المعرفة اللي يتحرك أعتقد لازم نبدأ من هناك هلّا فكرة المحباة وفكرة الإنغلاق على الذات إحنا بدنا ذات أول مشان ننغلق عليه فميح إنه ننتج كتابة وهيتشكل ذات معرفية وبننغلق بعد إيه بننفتح إذا رأييي يعني لما الكويت بدوا بالتنين وسبعين ثلث مجلات اللي موجودة في جامعة الكويت وهي مجلات عن البعثة قادية ممتازة وحياناً يعني الجودة بتستلف من سنة لسنة ولكن لما مجلّة بقولنا هذا الإرث بعدها كنتش فكروا في فكرة إنهم ينغلقوا على ذاته ويستطقوا والمجلات الأخرى مجلة الأبحاث في الجامعة الأمريكية جامعة الأمريكية والتي هي شقيقة بيرزيت في التأسيس تقريباً أنا ما بعرف أنا نشرت في الأبحاث بعد يمكن ثلث سنين بننشر استغرق ثلث سنين ووصلت إلى المجلة مجلة الأبحاث تقييمها عالي جداً للاعتبارات التقنية اللي في الجامعة تحديداً بيرزيت وغيرها فلا مجلة الدراسات فلسطينية المتاحة إلكترونية وكانها عنوان والإيهة ناشرة ووي ولا إيهة بيرزيت وأتنظر شكراً للدراسات اللي فيها بمظور مختلف عن مجرد لطول